لليوم الثاني والأخير واصل العراقيون المقيمون في الأردن لإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في البرلمان العراقي من خلال عددا من مراكز الاقتراع التي أعدت لهذا الغرض في العراق تجرى الانتخابات البرلمانية العامة يوم السبت بعد أن أدل أفراد الجيش والشرطة بأصواتهم يوم أمس من أجل مستقبل عائلتي وأجيال العراق سأنتخب لإيصال الرجل المناسب للمكان المناسب قيلت تلك الكلمات تزامنا مع الانتخابات التشريعية العراقية في مختلف محافظات العراق وإقليم كردستان رجال الجيش من ضباط وجنود وشرطة عراقية أدلوا بأصواتهم في جميع أنحاء العراق الخميس وذلك في عملية التصويت الخاصة بالقوات الأمنية وفي أول انتخابات تشريعية تشهدها بلاد الرافدين بعد إعلان دحر عصابة داعش الإرهابية المفوضية العليا للانتخابات قالت إن نحو مليون ناخب عراقي مغترب يحق لهم الانتخاب في 136 مركز اقتراع موزعين على 21 دولة في العالم إلى الأردن حيث شهدت المملكة 13 مركز اقتراع يتم الانتخاب بها موزعة بين العاصمة عمان ومحافظتي إربد والزرقاء وذلك لتسهيل وإتاحة الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم حيث قدر عدد الجالية العراقية بنحو 97 ألف ناخب بحسب المفوضية انتخبوا الخميسة والجمعة بعد اتخاذ قرار بتمديد ساعات الاقتراع حتى التاسعة مساء لليوم الأخير انتخابات بالنسبة لخارج المفوضية عملت على تسهيلها بالإضافة إلى هي يومين انتخاب وليس يوم واحد كما يحدث فيه داخل العراق بالإضافة إلى هذه التسهيلات تم تمديد العمل ثلاث ساعات وكل هذه الإجراءات لتسهيل الناخبين وإتاحة الفرصة لهم بإدلاء بأصواتهم سبع آلاف مرشح يتسارعون لنيل 329 مقعدا في البرلمان العراقي تسعة منها من نصيب الأقليات في خطوة يؤمل أن تعيد لبلاد الرافدين أمجاده السابقة بعد ويلات الاحتلال والطائفية والانقسام وأخرى لتطهير البلاد من التنظيمات الإرهابية محمد أبو عرقوب رؤيا محمد أبو عرقوب